رونالدو، نيمار، بنزيمة، داني ألفج، بارتي، جرينوود، مندي وغيرهم من اللعيبة كتير تم اتهمهم في قضايا اعتداء مختلفة منهم اللي خرج براقة ومنهم اللي تسجن منهم المزنب ومنهم المظلوم منهم اللي لسه بيتعافى ومنهم اللي لسه بيعاني هل الاتهمات دي بطلة؟ ولا اللعيبة دي مزنبين؟ طب هنفضل كده لحد إمتى لايك وشير وسبسكرايب ويلا بينا نشوف ايه الحوار دي في 2015 تم اتهم بنزيمة بأنه بيبتز زميله في المنتخب الفرنسي فالبوينا وقتها بنزيمة كان ممكن يتسجن وتم استبعاده فعلا من منتخب فرنسا وعلى الرغم من ما تمش إثبات أو نفي أي شيء عليه إلا أن بنزيمة تمت معاقبته باستبعاده من المنتخب الفرنسي لمدة 6 سنين لمجرد بس أنه متهم بنزيمة كان أفضل مهاجم لفرنسا وقتها فرنسا خسرته وهو خسر اللعب المنتخب بلده وارد بنزيمة يكون عمل كده وارد جدا يكون لا القضايا دي دايما بيكون فيها تفاصيل مش مفهومة وده اللي بيخليها مفتوحة لسنين قدامه لكن مش منطقي أن اللعب يفضل مظلوم طول السنين دي كلها هتقول لي ما دي مش قضية اعتداء هقول لك عندك حق بس دي حاجة قريبة من القضية اللي إحنا جايين نتكلم فيها النهاردة بنزيمين مندي كان متهم في سبع قضايا مختلفة وقتها الستي وقف مرتبه من ثلاث سنين اللي بيقدر بـ 51 مليون وقالوا إن ما ينفعش اللعيب عليه قضايا زي دي دي إن هو يلعب في فريق بحجم السيتي مندي اضطر إن هو يبيع عربيته وبيته عشان يقدر يدفع عن نفسه في النهاية طلع براقة وكسب القضية بس خسر كل حاجة بس هل منشستر سيتي هيرجع له الفلوس دي؟ منفس دي باي سأل أسئلة في نفس السياء هو مين اللي هيكون مسؤول عن الدرر ده؟ وإن اللي هيحصل معادي الوقت؟ سنين كتير من الاستثمار في نفسك كرياضي من هيعوضة؟ طبعاً محدش جاوة بس الحاجة الوحيدة اللي ممكن اللعيبة تعملها بعد القواضي دي إن هم يرفعوا قضايا تعويض على الاتهمون لأن أغلبية اللعيبة لما بتطلع من المشكلة ما بياخدوش أي رد فعل واحدة من السيدات اللي اتهمت مندي كانت برضو متهمة شخص قبله ولكن هي كانت متصورة وبمزاجها فمندي خرج من القضايا دي بكل سهولة المفروض إن على الأقل يتحكم على السيدة دي بتعويض وجود قرار معين هيخلي في المستقبل أي حد بيحاول إن هو يتهم لعيبة الكرة كذب يفكر مرتين بس برضو محتاجين نسأل سؤاله هم كدموا فعلاً أصلي مش معقول يعني إن 6-7 يجدبوا في نفس الوقت إنت ممكن تكون خرجت عشان إنت بريق فعلاً أو عشان عدم كفاية الأدلة أو عشان اتصالحته أو عشان المدعي اتنازل عن القضايا جيرين وود مؤخراً كان متهم بالاعتداء على صديقته ولكن بعد كده اللي اتهمات سقطت من عليه كلام الصحافة بيقول إن هم تصلحوا في الآخر الفيديوهات موجودة فأكيد جيرين وود عمل كده بس في الآخر هم تصلحوا وكمان هي خلفت قرية داني ألفش كان بحور اهتمام بقضية شكله كده كان مزنف فيها في الأول قال إنه ما يعرفش الست دي وبعدها في فترة أغير أقواله وقال إن اللي حصل ده كان بمزاجها والسبب وقتها إنه ما كانش عايز يخسر ميراتو اللي كانت بتدعمه وفي النهاية ميراتو ثابته هو في السجن دلوقتي عندك بقى نوع جديد ومختلف وهي قضية توماس بارتي مع بداية الموسم اللي فات ظهرت أخبار بتقول إن فيه لاعب بيمثل نادي من أندية شمال لندن متهم بالاعتداء على امرأه وبعد شوية تلميحات واستنتاجات تلعي اللاعب ده توماس بارتي لكن ما كانش فيه أي حاجة معلنة زي ما حصل في مواقف تانية أرسنال دعم اللاعب بتاعه في السر واللاعب كان بيحضر جلسات الاستماع في السر الصحافة بتقول إن كمان لما كان بيبقى فيه جلسة استماع بتمنعه من حضور الماتش كان نادي أرسنال بيطلع يعلن إن بارتي مصاب أرسنال جع لهم وقت وكانوا بيفكروا إن هم يبيعوا اللاعب فعلا لكن الوضع دلوقتي بقى أهدى شوية ويمكن يكون فيه تفاصيل تانية إحنا ما نعرفهاش أغلبية الأضايا دي بيكون المدعي والمدعي عليه صهرانين في مكان وغالبا بيكونوا مش في وعيهم طرف فيهم بيستغل التاني وعمر الكلام في الموضوع ده ما هيخلص طب وأنا مال يا عمي بكل الكلام ده تعال أقول لك مال حاجتين عايز أقولهم لك أول حاجة إن في نوعية القضايا دي المشاهير ولعابة الكرة بيكونوا مدانين لحد ما تسبب برائتهم وده مش معناه إنه ملاك لكن لو كان مظلوم فعلا الضرر عليها يبقى أكبر الحاجة التانية والأهم بقى إن إحنا لازم نفهم إن لعابة الكرة مجرد لعابة كرة فريق إنت بتحبه وبتشجعه راح ليه اللعيب الفولاني اللي خلاك تتعلق بي وتحبه كلاعب كرة وخلاك مبسور لكن مفيش حد من الناس دي ينفع تاخده قدوة وهنا إحنا بنتكلم على لعابة أوروبا حبه وتعلق بي وشجعه بس حب نفسك أكتر عشان تنجح وده الأهم رونالدو وميسي ومبابي وهلند وأي لعاب مهما بلغت شهرته ونجميته حبه وتعلق بيه داخل المستطيل الأخدر بس لأنك لو بصت له خارج المستطيل الأخدر الموضوع هيختلف تماما بس يا سيدي قولي بقى إزاي السلطات تتعامل مع القضايا دي عشان تجيب حق المظلوم أيا كان هو مين لايك وشير وسبسكرايب سلام